محمد بامردوف في تويتر سأل عن حكم دخول كنيسة دخول كنيسة في غير أيام عيدهم للاطلاع والمعرفة وما أشبه ذلك من المصالح أو الحاجات فلا حرج فيه أما إذا كان في أيام عيدهم وعباداتهم فقد جاء عن عمر رضي الله عنه قال لا تدخلوا على هؤلاء في أوقات عيدهم فإن السخطة تتنزل عليهم وهذا عام في كل محفل يكون فيه كفر بالله عز وجل وشرك به جل في علاه لا سيما وأن أوقات العبادة التي يذكر فيها العظيم من القول كقول إن عيسى بن الله هذه من شهود الزور إذا شهد مثل هذه المناسبات والله تعالى قال في محكم الكتاب في وصف عباد الرحمن أنهم قال والذين لا يشهدون الزور فنفى أن يشهدوا الزور والزور هو كل باطل ومنه هذا فلذلك ينبغي للمؤمن أن يتنزه وأن يصنى نفسه وإيمانه أو أن يدخل على الشيطان مدخل أن هذا من السماحة واليسر هذا ليس سماحة ونفسه هذا ضي عديم كونك تدخل في عبادتي في مجالس فيها الدعوة بأعظم الموبقات وهو أن لله يبنى وتقر ذلك وتحتفل به لا شك ذلك من عظائم الأمور والله جل وعلا يقول يكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال وهدى أن دعوا للرحمن ولده وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده فالله جل وعلا يستحيل أن يكون له ولد فهو المنزه سبحانه بحمده وكل مؤمن يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد ثم يقرأ لم يلد ولم يولد هذا في قلب كل مؤمن يؤمن بالله ورسوله ويؤمن بالله ورسوله فإن جميع الرسول على هذا العقد وأن الله منزه عن أن يولد وعن أن يكون له ولد سبحانه بحمده لم يكن له كف ونحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وبحمده حتى نكون الأقرب إليكم بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر